اشتركوا في القناة بتصير بالعادي لأسباب غير معروفة بيكون انه السائل الداخل العين فيصير مشكلة فيه تصريفه فبصير إنتاج للسائل داخل العين ما بصير تصريف لأله فبيرتفع ضغط العين الأعراض اللي بتكون عنده الطفل فيه عدة أعراض أولها الطفل بيكون دائما شاد ومغمض عنه بيقدرش يفتحهم الشغل الثاني بتلاحظ الأم انه العين مش صافي قرية العين اللي هي الوفرود صافية تماما بيكون فيها عليها عتامة فلون العين بيكون أحيانا يمين للون الأزرق أكتر من اللون الصافي له الأسود أو البني الشغلة الثالثة ممكن يكون فيه زيادة في الدمع بدمع الطفل بشكل كبير وشغلة الرابعة بيزعج الطفل من الضوم بيقدرش يفتح عينين بالضوم بشكل كبير الشغلة الأخيرة بنلاحظ ان العين نفسها حجبها كبير أحيانا ممكن يكون بالعينتين أو بعين واحدة طبعا لو يكون بعين واحدة أسهل تمييزه لأن الأم تقدر تلاحظ أنه في عين أكبر من العين الثاني التشخيص بتم أنه بالعادة إحنا نعمل فحص تحت التخدير للطفل نعمل قياسات للعين نعمل قياس لضغط العين واتما اكتشفنا أنه ضغط العين مرتفع بصف لازم نبلش بالعلاج بسرعة كبيرة جداً لأنه إذا ترك الطفل ممكن هذا يؤدي إلى تلف العاصمة المصرية ويؤذي النظر بشكل كبير العلاج بالعادة منبلش بنعطي أدوية للطفل وقترات بس العلاج النهائي هو إجراء عملية جراحية حتى أنه يساعد العين على تصرف السائل اللي موجود أو متجمع بداخلها هاي المشكلة الحمد لله مش كثير شائعة بس موجودة ومشكلة كبيرة لأنه تأثيرها على النظر سيء جداً جداً بحب ننصح الأم بأي لحظة بتحس أنه صفاء العين غير طبيعي لون العين غير طبيعي أو العين حجمها مختلفة على العين التالي أو حجمها غير طبيعي عم تكبر بشكل غير على المتوقع أو الطفل بدمع بشكل كبير على طول جيبوا على العيادة عشان نفحصه لأنه هاي المشكلة تعتبر من المشاكل الطارئة اللي لازم تتعالج بشكل سريع جداً وسلامتكم جميعاً